زفاف ولي عهد الأردن ونظرات الفرح تجمع الأمير الحسين ورجوة آل سيف بعد عقد قرنهم جمعت نظرات الفرح ولي عهد الأردن الأمير الحسين ابن عبد الله ورجوة آل سيف وذلك في قصر زهران بعد عقد قرنهم وحضر إلى قصر الحسينية 1700 شخص كانوا في حفل استقبال زفاف ولي العهد بعد انتهاء عقد القرن على الأنسة رجوة آل سيف في قصر زهران ووجه الأمير الحسين ابن عبد الله ولي العهد الأردني رسالة شكر لكل المشاركين في حفل زفافه في مضارب بني هاشم بالديوان الملاكي الهاشمي وأعرب ولي العهد الأمير الحسين عن شكره لمن شاركوه اليوم بحفل زفافه في مضارب بني هاشم وقال الأمير الحسين عبر انستجرام أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة هم السند الذي لا يغيب تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضى للرضاك هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر والدي الغاليان أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون زملاء الخدمة العسكرية والواجب شباب الأردن الحبيب الذين زينت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر